السلام معكم. نشوفوا دائرة جديدة من دواير ترانزيستر هي دايرة اه كيف ما نلاحظوا انها هي عبارة عن اه دايرة اشبحوا الانبت وين بين شنو وشنو. الانبت بين البيز والاميتر. العوضة بين والاميتر. يعني دايرة اميتر. بس اختلاف بين اه بين الدواير اللولة في الكومناميتر. كما اختنا في اللولة في كانت فيكس تبايس. وليم غير المقاومة هي. وعرفنا مشكلتها ان الترانزيستر يسخن ويسبب في عدم استقرارية. لهذا ضفنا بعدين يلقين ان حتى البيتا لها تسبب في عدم استقرارية النظام. اه او دايرة الترانزيستر. لهذا ضفنا المقاومتين هادم باستقلت اه اتكالية على البيتا. طوي نشوفوا كيف كيف يمكن نحلوا دايرة او كيف يمكن نسنجوا للقوانين الخاصة بالدايرة هذي. نيلوا زي قبل. نفكوا هادا. يعني التيار ما عندي ماشي هنا وهنين. نفكوا كل واحد بروحها. يعني يتبقى شكل الدايرة جديد هو كالشكل الاتي. نحلى خطوة خطوة. طبعا تحليل هادا بش مجبرين به في الامتحان او اي شي. بس الامتحان اه توضيح فقط. هلاحظوا ان انا ولدت الدايرة كالشكل الاتي. هذا الجراون طبعا. والدايرة لها ضروري لها جراون. لاحظوا. المقاومة هي نقدر نغيرها يصار. يعني نقدر نقول لها تبدأ شكل الدايرة كالشكل الاتي. هادي نقطة في سي سي يعني نقدر ندير لها مصدر. شن يبدأ المقاومة هادي اسمها طبعا. هادي الارتو. هنا الارتو. هنا الارتو. وهنا الارتو. طبعا من الارتو وين يمشي? للترانسيستر. هدا في سي سي الموجب فوق يعني نقول لك. هني قاعدة في مقاومة الار اي. طبعا نوحدهم كلهم مداما كلهم وصلت في جراوند نوحد لجراوند. هني الار اي وهني الار سي. يعني الدايرة ولد في شكل هاد. ولد في شكل هاد. لكن الدايرة قاعدة اندي فاهم مشكلة. شنين مشكلة الدايرة هي لاحظوا ان ينبي التيار يمار في الانبط. لاحظوا التيار هو لما يمشي بيمر هنايا ويمر هنايا ويمر هنايا. يعني نبي التيار اللي خاش لي منه للباس. خاش لي هنه هوا هادا كله. يعني نبي اكمل جهد المسلطة هنه باش يمشي والتيار الاي بي كامل. نشوفوا. احنا كل ما نحل له قبل عارفين انه اي لما نلقى مقاومتين نلقى مصدر ونلقى مقاومة هكي. ونلقى مقاومة لما نبي نجيب نبي نجيب الجهد من هنا الهنا شن دير. اللي ما تنسمها ار تو. هنا الار ون. وهنا ما تنسمها في سي سي. نعرف عنه شن ندير نقدر نديرها بدايرة مكافية لها واخدينها قبل. يعني شن ندير? تبدأ نقدر نغيرها للشكل هذا. يعني مقامتين هما نقدر نقول هاته يتب وفي هنه الار. الشكل هادة نقدر نحور على الشكل هذا. عن طريق التفنل. والفي تفنل شن دير ساوي? يعني جهده اللي على المقاومة هي شن يساوي المقاومة على مجموعة المقاومتين في المضروب في المصدر. يعني المقاومة هي على زايد مضروبة في شنو? في المصدر في سي سي. والر تفنل شن دير ساوي? المعروفة. لما نبي نجيب الارتفن من هنيه لهنيه المقاومة هي ديما نش ندير نحور الدايرة بحيتي يبدأ المقاومة يكي مقاومة هادي الارتو والار ون ونعرف ان المصدر يولي مصدر الجود يولي شنو يولي شورت يعني المقاومة هادي شن علاقتها بالمقاومة هادي توازي لاني نبي انه توازي مقاومة توازي مع الار ون يعني الارتفن شنو يساوي الارتو توازي الار ون وليا حاصل ضرب مقاومتين ها حاصل جمح نشوفو يعني نقدر نحور الدايرة بالشكل هذا نقدر نحورها جزء هو كله هذا جزء كله هو نقدر نحولها بيبدأ يعني نقدر نولي الشكل هو هادي مقاومة يبدأ مصدر جود هادي يولي وهناي 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 طبعا قاعدة الار اي وهناي الار اي وهناي شنو الار سي وهناي الفي سي سي طبعا هدا في سي سي. طبعا لاحظوا الدائرة شنو يذكرنا الشكل هادا? كانت لاحظوا يذكرنا بشكل دائرة السلف بايس كومون اميتر. يعني نقدر نطبقها حاليا توش نطبق هني من مار هني هني مار الاي بي وهناي من مار الاي سي وهناي من مار الاي اي. من هني نقدر نستنتج القانون نعودوه معادي تكرار ما هناش يتكرار يساعد على الفهم اكتر. هني موجب سالب. هني التيار ما هيكي. موجب سالب. هني موجب سالب. وهني موجب سالب. نطبق طرف التاني. نقص. نبيل جودة على المقاومة هدي التيار في المقاومة. المقاومة اسمها مع اسمها ار بي ازا قبل ولد ار تيفنن. ونضربها في شنو في التيار من هو الاي بي. نقص. الجودة اللي هنا شنوة? هادة بي اي. بي بي اي. هل هو كم معرفنا احنا? هل هو البوينت سبعة. نقص. نبيل جودة على المقاومة هدي. التيار اللي ما ارفعها في المقاومة نفسها. المقاومة اسمها اي. والتيار اي. شن يساوي زيرو. كيف معرفنا انه علاقة. هني نبي معنومية. كلهم معنومية الاي بي. واني عندي العلاقة المعروفة انه الاي اي اللي قدت لكم دي ما ركزوا عليهم. نساوي بيتا زايد واحد. اي بي. يعني شن تولي? تولي. نقص الاي بي. في الار تفنن. نقص. البوينت سبعة. نقص البيتا زايد واحد. ار اي. تساوي زيرو. تكرار. اختينا في ديوات الفاتحة. بس. عندي الاي بي هنا. ملاشة هنا نسينا الاي بي. اني بيتا آآ بيتا زايد واحد هنا. هنديرو نقص. هنا اي بي. اللي هي. اي بي بيتا زايد واحد ار اي. يعني الاي غيرنا باي بيتا زايد واحد. ضرب عملية تبدلية عادي. تامع. عندي هنا اي بي. وهنا عندي اي بي. نقدر ناخدها مع عمل مشترك. شن يقول لي. هني نقص وهنا نقص. نقدر ناخد ناقص حدواء عمل مشترك. شن ناخدها مع عمل مشترك. والاي بي. شن قعد هنا? الار تفنن. شن قعد هنا? قعد لي بيتا زايد واحد الار اي. شن قعد لي بعدها بوينت سبعة. تساوي زيرو. تمام? ناخد هذا كله في طرف بروحة. الاي بي في طرف بروحة. شن بيولي? اي بي. نفتح قوس. قليل زايد بيتا زايد واحد ار اي. شن تساوي? ال في تفنن ناقص. البوينت سبعة على منه? على على كله. هذي هو الار تفنن زايد البيتا زايد واحد ار اي. لاحظوا نفس القانون السيلف وايز كومن اميتر مع عادي كانت اسمها هذي كانت اسمها ولد وينها قبل كانت ار بي ولد ار تفنن ومن الدايرة هي دي ما تابتا stepta المتشبح دي ما تابتا stepta المقامة الار تفنن هي شن تساوي لتساوي لار ون توازي لار اتو وال traffن انها تعمل متساوي بالتفنن اللي هي هذه شن تساوي تابتا SAY pract me المقاومة هادي اللوطانية دي ما ما تاخدوش هادي اخدوش هي المقاومة على الار ون زايد الار تو مضروفة فاش في الفي سي سي. هذا القانون الخاص بشنو? الخاص الخاص بدايرة الفولتجي فايتر. طبعا دايرة هذي آآ الطريقة هي نسموها الاكزاكت. يعني طريقة تامة. يعني صحيحة. يعني ما بش تقريبية. في طريقة تانية نسموها التقريبية. كيف التقريبية? قال لك عندك شرط. عندك شرط قال لك لما يتحقق البيتا ار اي. لما يتحقق انها اكبر من او يساوي عشرة ار تو. يعني البيتا لما نضربها في الار اي. البيتا نضربها في المقاومة هو يكون اكبر من عشرة اضعاف المقاومة هي نقدر نفذ القانون هذا. لما يتنفذ لما يتحقق. نقدر ش ندير? انه. الفي بي. تساوي. عندي الفي بي شن تساوي هنا من هنا. عندي الفي بي شن تساوي? الفي سي سي. عدد 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 يعني مباشرة بدل نسمى هادي عدد دمما يتحقق الشرط اهوى لما يتحقق الشرط هذا شن دير نقدر نقول ان الجود من هنا هنا من الجود من الفي من للجراوند يساوي هو نفسه جهد يعني كاني احملت المقاومة يعني شن يساوي يعني هو نفسه الجهد على المقاومة هي لما يتحقق الشرطة هو نقدر نقول ان جهد المقاومة هادي هو نفسه الجهد من شن نقدر نجيب من شن نقدر نجيب ال في اي ال في اي واضحة شن يعني شن تساوي من هني? من هني? من هني? شن تساوي? او من هني? هناختها هدي الفطر. يعني ان عندي معنى من هني لهنة. تمام? يعني شن هني عندي? هني موجب سالب. وهني موجب سالب. يعني اصلا هي قبل نكتب القانون هدا. هدا موجب فوق وموجب فوق يعني هي نفسها تساوي البوينت سبعة زايد. شده يساوي? اي اي. في الار اي. هلية الذادي يسموها? البي اي. هلية هي. معناها لما البي اي شنطه يساوي? يعني ينبي جهد هادة بس. معناها البي بي كاملة ناقص جهد هادة يعطيني جهد هادة. واضحة ولا? جهد على هماززوز هو البي بي. يعني ينبي جهد جزء منها. الجهد الكامل عليهم هلية والبي بي ناقص الجهد هوا. يعني البي اي شنه يساوي? البي بي ناقص بوينت سبعة. يعني البي بي اي. منها نقدر شنجيب? مدام عندي البي اي هنا قانون اوم شنه يساوي? نقدر نجيب ان الاي اي يساوي البي اي تقسيم الار اي. يعني لما يبدأ عندي جهد هنه على المقاومة هي يبدأ عندي جهدها. خلاص عندي الجهد والمقاومة نقدر نطلع التيار. تمام? شنه تاني? نقدر هنه من الدائرة هي خلاص. اي مطلوب تاني نفس يطلع نفس المطالب دوائر يفعته. يعني نقدر نقول من هنه هذي طريقة تقريبية طبعا. طريقة تقريبية. كما تنفذ الشرطة هو متقدش تحلل بهذا. لابد الشرطة هو يتحقق. تمام? لما نطلعت يعني نجي نقدر نطلع من يعني طلعت نعرف ان الائي يساوي تقريبا الائي سي. لما نطلع اي ما تطلع لي اثنين هادا اثنين. هادا ثلاثة هادا ثلاثة. تقريبا طبعا مش مش تمام لكن تقريبا. بح. بالدائرة هادي نفسها بالدائرة هادي. دائرة هادي. دائرة هادي. كان اقالك نبي نبي اه. نبي اه. الفي سي اي. تكرار واخدينه قبل. والفي اي. والفي سي. كيف نحللها? ديما بش ما تلخبتوش. شا نديرو? ديما نجيب الدايرة جزية الخارج كاملة. نأكد على كلام هوا لانه مهم. هادا المصدر. هنال في سي. هنال في سي سي. هنال ار سي. التيار اللي ماره هنال شنوه? اسمه اي سي. وهنال ار اي. والتيار اللي ماره هنال اسمه اي اي. لكن نعرف ان ديما الاي سي تقريبا يساوي اي اي. وهنال شنو? هادي الفي سي. وهادي الفي اي. بحي من هني شنو يساوي? هنال في اي شنو يساوي? الفي اي يساوي من هني الى الجراوند. الجهد على المقاومة. الجهد على المقاومة شنو يساوي? في الار يعني الار اي في الاي اي. بعدما نبي شنو تاني هنا? مثل نبي في سي اي. في سي اي. دي متابتة. الفي سي سي يعرفوا هي متنساهاش. في سي سي شنو يساوي مجموع الجهود في الدائرة. كم عندي جهد في الدائرة عندي? جهد على المقاومة وجهد على الترانزيستر وجهد على المقاومة هي. يعني شنو يساوي? جهد على الترانزيستر شنو يسمى? جهد على الترانزيستر شنو يسمى? يسمى? الفي سي اي. علاش? في سي اي. سي وي. سي وي بها. الجهد على المقاومة هي شنو يسمى? ديما الجهد المصدري يساوي مجموع الجهود في الدائرة. شنو يساوي? الفي. الفي اي. يعني شنه يساوي? قال لي وهادي في اي شنه هي? في الار اي. من هنيه نقدر نجيب اي شي. يعني لما نقول لك نبي من هنيه اشبحها في سي. ما هنكتبه القانون مجديد في سي تساوي في الار سي زايد زايد. ما بينها اي سي تساوي تقريبا الاي اي. نقدر نعود بيها نقولها اي سي ار اي. بح. يعني بالفي سي اي شنه يساوي? يساوي جود المصدر ناقص هذا وهذا. مجموعهم ناقص ناخدها عام المشرك الاي سي. هلية الار سي زايد الار اي. بح يعني هنه هاد الفي سي شنه يساوي? هلية الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي زايد الار اي. او نقدر نطلحها زي قبل الفي سي اي شنه يساوي? في سي وي. معنى سي ناقص الفي اي. بح طلع طلعناها شما زالنا? يعني الفي سي. الفي سي يعني ينبي جود للنقطة اهياه. نتبع من هنا من. عندي هادا موجب سالب. هنا موجب سالب. نبدأ من. ماشي من. بيلاقيني الفي سي سي. انا في سي سي ناقص. ماشي. وصلت للسي. شن لقيت لي لقيتني جود على المقاومة هي هش نساوي? ناقص اي سي في الار سي. تمام شن تاني? هادا هو. تمام. في ديون نكملو مسألة اقل شي. با. اه ناخدو مسألة. تمام. ناخدو مسألة مسألة متن تكون هادي. تمام? عندي مسألة زي هادي. نحللها. المسألة هادي زي هادي. شن يبي فاهمة? نقول ونطلبو فيها ونطلبو فيها ونطلبو فيها ساد كفاية كمسألة زي هادي. كويسة. يعني القوانين كوني ما عارفينه. المسألة زي هادي. نقدر شن دير لها. نحورها قلنا لشكلها. اللي مفروض تكون عليه. او نحلل مباشرة اللي احافظ القوانين. هادي الفي سي سي. هلو قداش? اتنينة وعشرين فولت. وهناي قداش? تسعة وتلاتين كيلو. وهناي تلاتة فاصلة تسعة. وهناي شنو? اول شي نحلو بالاكزاكت وبعتين نحلو نشبحو وبعتين بالطريقة. الاكزاكت تي ما تطلع الحل صحيح. يعني الاكزاكت تطبق في اي مسألة. تحق شرط متحقش مهمنيش. لكن كان منحلل بالتقريبية. ده بدنا نتحقق مش شرط. احناي نحلو بالاكزاكت في بداية بعتين نحلو بالشرط. نشبحو. يعني احناي همشي نطلعوه له الفي تيفنين وارتيفنين. الفي تيفنين شن يساوي? مقاومة هادي على مجموع مقاومتين. يعني كم تلاتة فاصلة تسعة على تلاتة فاصلة تسعة زايد تسعة وتلاتين مضروب في المصدر قداش? المصدر هو اتنين وعشرين. شن يساوي? هذا كله تقريبا يطلع لي الفي تيفنين يطلع لي داش اتنين فولت. تمام. آآ الارتيفنين. كم يطلع لي الارتيفنين هنا يا? الارتيفنين يطلع تقريبا لعندي تلاتة فاصلة تسعة توازي تسعة وتلاتين. واضح الرقم دي ما دوازي يطلع اصغر من اصغر مقاومة ومنفروض يطلع اقل من تلاتة فاصلة تسعة. يطلع لي جداش تلاتة فاصلة وخمسة وخمسين كيلو او. هيكي كده وصلنا الارتيفنين بح ونعرف ان القانون الاي بي شن يساوي الفي تيفنين ناقص البوينت سبعة على جداش على الارتيفنين زايد البيتا زايد واحد واستندجناها المرة الفاتت. تمام الفي تيفنين ونص تيلو. وحدات متساوية. يعني لابد اكلهم كانوا يكلهم بالكيلو ويكلهم بالاوم. يطلع فها تقريبا تمانية فاصلة تمانية وثلاثين ضرب عشرة اصناقس تلاتة ميلي امبير. هل هي تساوي نفسها تقريب ادي عشرة اصناقس تلاتة معنها مايكرو معنها مايكرو امبير. هذا من هو الاي بي. باهي تمام. شنطلعو تاني اه نبو احنا يقلنا الاي سي. الاي سي علاقة تابتة. هل هي شن يساوي بيتا اي بي. باه. البيتا قداش? مية. مضربة في الاي بي قداش? تمانية فاصلة ثلاثة تمانية ميكرو. تمام? شن ارد بالك بلما تضربها بيطلح الرقم. ارد بالك مضربه مدابيكا في الميلي بيش يطلع طول بشرة الميلي. يعني تعاوب مدابيكا مضربه في مية في تمانية فاصلة تمانية وثلاثين ضرب عشرة سناقل ستلاثة. افضل. مش متلخبطوش في الوحدات. الاي سي قداش يطلع تقريبا. هل هي بوينت تمانية اربعة ميلي امبير. باي كان طلبة الاي اي هنا. بتقدر تقولي مباشرة ان الاي اي يساوي الاي سي يساوي بوينت اربعة وثمانين. باه نبو نقص مجموعة جهود في الدايرة. شن عندي غير جهد المصدر؟ الاندي جهدها وعندي جهد ونفرض لنا فرضية هني بتكون ان الائي سي يساوي تقريبا الفيسي سي سي كداش? معى وضو باثنين عشرين هنا. مع بشتفن تفن اللي علاقة بلومبت بس ناقص. كداش طلع عنا? بوينت. اربعة ثمانين. كداش? مالاشي? كداش تساوي نيه? عشرة كيلو. عشرة هي. عشرة كيلو. عشرة كيلو. زايد كداش واحد ونص كيلو. عشان بيطلع لي هذا تقريبا. البي سي اي. بيطلع لي تقريبا. ناش. فاصلة. اربعة وثلاثين. اربعة وثلاثين. بها يتمع. نشوفوا المسألة زي هادي. نشوفوا طريقة تقريبية عشان يفرق معاي في طريقة تقريبية. طريقة تقريبية قلنا احنا بنقدش نفيدها الا بشرط واحد. ان الشرط يتحقق الشرط هذا. اللي هو البيتا اكبر من او تساوي عشرة ضعاف الار اتني. البيتا قداش? مية. ما ضربة في الار اي قداش? واحد ونص. هل هي الار اي هي? ما وصلة بال اي. هل هي اكبر من عشرة ضعاف الار اتو? الار اتو قداش? الار اتو هي? ثلاثة فاصلة تسعة. نشوفوا. هنا كان بيطلع تقريبا. مية وخمسين كيلو. لنها دي بالكيلو طبعا. هل هي اكبر من عشرة ضعاف. هل هي تسعة وتلاتين كيلو? مية وخمسين اكبر. معنا هنقدر نطبق طريقة التقريبية. طريقة التقريبية ش تقول? ان البي بي يساوي ناخد الجهد على المقاومة هي. الجهد على المقاومة هي شنه يساوي? هل هي الار اتو? في الفي سي سي. مقاومة هي على مجموعة مقاومتين. هل هي الار اتو قداش? ثلاثة فاصلة تسعة. مضروف الفي سي سي قداش? دينة وعشرين. على الارتو زايت الار ون. كداش بيطلح? تقريبا البي بي 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 بيطلع كداش? اتنين فولت. منها انقدر قلنا نطلعه البي اي اللي البي اي. البي اي هي يعني عندي طلعت البي بي كاملة. البي بي هي بس شنه يساوي? البي هي بس. يعني جهد البي بي ناقص جزو هاد. يعني كداش بيطلح? البي بي ناقص. البي بي اي هل هي اي شنه يه? انه بالجزوية هادي بس تساوي هادا كامل ناقص هادا. يعني كداش? البي بي قداش هنا يا? البي بي طلعناها كداش اي اتنين فولت ناقص البي بوين سبعة. كداش بيساوي? بيطلح واحد فاصلة ثلاثة فولت. منها يعني عندي البي اي جودة على المقاومة هي نقدر نطلع على التيار قانون اوم. الاي اي شنه يساوي? البي اي على الار اي. واحد فاصلة ثلاثة تقصيم قداش الار اي? واحد فاصلة خمس. كم يطلع تقريبا? بوينت تمانية ستة سبعة ميلي امبير. بح منها الفي سي اي شنه يساوي? الفي سي اي معارفين قانونها احنا هي الفي سي سي ناقص الاي سي. الار سي زايد الار اي. بح. الفي سي سي قداش? اتنين وعشرين. ناقص الاي سي قداش طلعنا احنا? هو هو نفسه الاي سي تقريبا طبعا. ناقص هادية بوينت تمانية ستة سبعة. ار سي قداش? عشرة. زايد الار اي قداش? واحد ونص كيلو. الار اي واحد ونص كيلو. بح. كم يطلع هذا تقريبا? بيطلع تناش فاصلة سفر تلاتة فولت. لاحظوا. لاحظوا. في الفقرة الفاتة طلع لي الفي سي اي تناش فاصل اربعة وثلاثين. هني طلع لي اتناش فاصل سفر تلاتة. الاي سي طلع لي بكري في الطريقة الاكزاكت بوينت اربعة وثمانين. هني طلع لي قداش? بوينت ستة وثمانين. طبعا تقريبية. طريقة تقريبية من اسمها. طريقة تقريبية. ايا. وما نقدرش ننفدها الا لحالة ان نتحقق الشرطة هوها. ما نتحقق الشرط ما نقدرش ننفدها. بيطلعوا الارقام بعادة لبعض. طبعا هذي طريقة الاكزاكت نقدر ننفدها في جميع الاحوال. طبعا ان شاء الله تكون واضحة المسألة. مسألة مباشرة تعويض مباشرة. وحنزيد ان اخطو على افكار وامتلا في في الوقات الجاية.